الشبع باب من أبواب الشيطان ينفذ منه إلى قلب العب يقول غزالي وإن كان حلالا صافيا لأن الشبع يقوّ الشهوات يقوّ الشهوة وإحنا قلنا الباب الرئيسي اللي بيدخل منه الشيطان هو الشهوة والغضب فشبع يقوّ الشهوات والشهوات هي أسلحة الشيطان أقوى باب يدخل منه الشيطان وينفذ منه إلى العبد ومنافس مدام قوي بالنسبة للشيطان يبقى أضعف نقطة عند العبد أضعف شوف شوف هي التركيبة كده يعني القويّة بالنسبة أضعف نقطة عند الإنسان هو أقوى حاجة الشيطان نعم هكذا ويقال في كثرة الطعام ست خصال مزمومة يقول لك يذهب خوف الله من قلبه تأول حاجة يذهب خوف الله من قلب العبد يثقل عن الطعاط أو يثقل عن الطعاط يبقى الواحد يعمل الطعب العافية على طول كسلان صحيح صحيح نعم صحيح ها اذا سمع الحكمة لا يجد لها رقة يا الله الكلام الحلو الحكم ما يجدش رقة لسماعها يبقى في واحد تاني يسكر بها ها وهو مش مؤثرة فيه ليس لها تأثير عليه إذا تكلم أو يعني إذا تكلم بالموعظة لا تجد من قلوب إذا تكلم بالموعظة لا يجد في قلوب الناس موقعا الإرسال بتاعه مش واصل للقلوب يعني هو حتى لو تكلم الوعظ لا تجد كلامه لا يصل إلى القلوب يعني لا يتجاوز الأذن نعم نعم يهيج فيه الأمراض مولانا الإمام البصيري لما قال فإن أمرتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم يعني إيه لا يمكن توصل من خلال المعاصي إلى كسر شهوة النفس بالعكس إن الطعام الحلاله إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة اللي هي إيه يعني شهوة الطعام دي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري من حيث لم يدري أن السم في الدسم وخشى الدسائسة من جوع ومن شبع برضو مش بالجوع لا 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 لازم يبقى فيه نوع من الطقوة لأن ممكن الجوع يتحول إلى هوى وخشى الدسائسة من جوع ومن شبع فربما خمصة شر من التخمي يعني إزاي الميزان عشان الواحد يخلي باله من دسائس النفس طبعا هنشوف إزاي تقول لي إن يا أخي بقى الطعام حتى الحلال ممكن يعني المباحث إزاي يبقى يعني يعمل كده وإن كان حلالا صافيا يبقى ده مدخل منافذ الشيطان ما دي الأسباب اللي قلنا ده عشان بيعمل كذا وكذا مقدمة دي حاجة والسادة قاله إيه يعني من أكثر من المباح أو شك أن يقع في المقروخ المباح يجرجرك حتى وأن كان حلالا صافيا لا تفردش في المباح لا تفرد فيه من أكثر ما دي التربية الله مباح شرعا ده شك قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيباته من الرزق محدش يقدر يحرمها لكن سبحانه وتعالى يقول إيه خذوا ذينتكم عند كل مسجد يبقى التزين وكلوا وشربوا ولا تسرفوا يكون لله يعني الأكل لله لأن عندنا طبعا مجمل الأحاديث والآيات بتشكل المفهوم اللي نقدر نفهم منه المقصود إيه أي أن الطعام والزينة والملبس أن يكون لله تعالى أن يكون بقصد التوجه إلى الله وأن يعينني على طاعة الله فإن كان لأجل شهوة النفس فقط فهذا يؤدي بالإنسان إلى الإنزلاق إلى الأخطر وهكذا فمن أكثر من الطعام أو من أكثر من المباح والطعام مباح والطعام مباح وحلال أو شك أن يقع في المكروه ومن أكثر من المكروه طبعا في واحد يكسب طعامه من حرام ما كان من حرام فمآله النار نسأل الله العفو والعافي فمن أكثر من المباح أو شك أن يقع في المكروه ومن أكثر من المكروه أو شك أن يقع في الحرام ومن أكثر من الحرام أوشك أن يقنس على قلبه نسأل الله العفو والعافية